خلال لقائه وفود المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بوتروس وقبل صلاة التبشير الملائكي ألقى قدسة البابا فرانسيس كلمة قال فيها كم سيفيدنا في علاقاتنا وفي حياة الإيمان أن نكون متوعين وأن نصغي حقا ونلينا باسم الشفقة وخير الآخرين مثل يسوع مع المرأة الكنعانية في شمولية عمل الله وأضاف الأب الأقدس إن المحبة مبدعة ونحن المسيحيون إذا أردنا أن نقددي بالمسيح فنحن مدعوون إلى جهوزية التغيير وهكذا هو الله إنه محبة والذي يحب لا يبقى متصلبا في موقفه بل يسمح للأشياء بأن تؤثر عليه وتحركه ويعرف كيف يغير خططه مستشهدا قداسته بالمرأة الكنعانية حين اقتربت وسجدت وأقامت حوارا وثيقا مع يسوع متخطية جميع العقبات لكي تتحدث إليه وختم الأب الأقدس حديثه بالقول هذه هي واقعية الإيمان وهي ليست دمغة دينية بل علاقة شخصية مع الرب إذ أن إيمان المرأة ليس مكونا من أداب لهوتية وإنما من الإصرار على الصلوات